بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ محاضرتنا الثانية في مادة الامبريولوجي وموضوعنا طبعا سيبدأ في هذه المحاضرة عن الجاميتوجينيسيز احنا بنعرف انه علم الاجنة يبدأ من اللي هو تكوين او التكون من خلال اللي هي السبيرم والاوفا اللي هو عملية الجاميتوجينيسيز وهي عملية تكوين الامشاج الجاميتوجينيسيز طبعا هي كتعريف هي عملية اللي هو تكوين الخلايا اللي هي او الخلايا الجنسية عالية التخصص تكوين الخلايا الجنسية عالية التخصص من خلال عمليات الانقسام اللي هي وتسمى المايوسيز ايش هو المايوسيز او الانقسام هو الانقسام الاختزالي طبعا المايوسيز هي البروسيس اللي يكون فيها فيها تلاتة وعشرين كروموسوم يعني هي العملية اللي بتنقسم فيها الخلايا الامة اللي هي الجيرم سيل وهي الثنائية الكروموسومات اللي بتحتوي على ستة واربعين كروموسوم وبدي تكوين من واحد او اربع اللي هو يعني وحادية الكروموسومات او خلايا وحادية يعني بتنقسم الى قسمين بتتكون كل خلية من تلاتة وعشرين كروموسوم زي ما هو عنا في الرسم اللي امامنا الخلايا الاصلية اللي فوق وتبدأ عمليات اللي هو الانقسام زي ما اخدناها في مادة البيولوجية لان تصل اي احنا بنعرف انه فيها اه اربعة فوق وفي الاخر اللي هو اه الزوج يعني من الخلية بتنقسم الى نصف عدد الكروموسومات اللي بتكون موجودة فيها هناك بعض المصطلحات المتعلقة بعملية اللي هو الامبريولوجي قبل ما نبدأ في المادة يعني نتعرف عليها ونشوف ايش برضو بعض المتعلقة فيها الجاميتوجينسز زي ما حكينا قلنا الجاميتوجينسز هي وهو يعني هي العملية اللي بتم فيها تكوين الامشاج والسبيرم من الميل والاوفا من الفيميل السبيرماتوجينسز السبيرماتوجينسز لي عملية تخليق الحيوانات المنوية او مينز فورميشن اوف سبيرم ميل جاميت يعني هي عملية تخليق الحيوانات المنوية الذكرية الجاميطات الذكرية الأوجينيسيز means formation of ovum فميل جاميس الأوجينيسيز اللي هي عملية تكوين البويضات وهذه يعني تكوين البويضات تسمى بالأمشاج الأنثوي إذن الجامييتوجينيسيز فيها إنتاج حاجتين لسبيرم وال أوفا عملية إنتاج لسبيرم بنسميها سبيرماتوجينيسيز وعملية إنتاج الأوفا أو الأوفا بنسميها الأوجينيسيز لسبيرم وال أوفا هذه إحنا حكناها أنه حيوانات المنوية والبويضة تعتبر هي الخلايا الجنسية المتخصصة للغاية أو عالية التخصص طبعا السبيرم وال أوفا الاثنين مع بعض لهم مراحل رئيسية بيمروا فيها رح نتكلم عنها يعني كل النوعين من النوعين اللي هو السبيرم وال أوفا اللي هم تلات مراحل رئيسية اللي هو البريود أو فترة التكاثر وبعد هذه المرحلة أو هذه الفترة فيها بتتكاثر لبرايموديال جيرم سيل مالتيبلاي بتتكاثر الجيرم سيل الخلايا البداية عن طريق باي مايتو تيك سيل ديفيجن اللي هو الانقسام الميتوسي الميتو تيك أو الانقسام الخلوي وهذا بيأدي نلخص العملية مرحلة التكاثر هي المرحلة اللي فيها بتتكاثر خلايا الجيرم سيل البداية عن طريق الانقسام الخلايا اللي هو انقسام الخلوي الميتو تيك سيل ديفيجن وهذا بيأدي إلى تكون الأو جونيا في الفميل وتكون الاسبيرم او جونيا في الميل اللي هو عنده الذكور المرحلة الثانية هي مرحلة أو فترة النمو طبعا في الفميل الجميط هذي والاسبيرم في الميل الجميط يعني في فترة أو في مرحلة النمو خلال هذي المرحلة بتنمو البويضة وتنمو اللي هو الحيوانات المنوية لتصبح البويضة اللي هي البويضة الأولية والاسبيرم تصبح الخلايا المنوية الأولية أما المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة طبعا هنا مكتوب واحد لا هي ثلاثة المنوية المنوية الأولية اللي بيسموها او بتكون هي مرحلة النضوج مرحلة النضوج في في حالة الفميل الانثى يلاقي انه البويضة بتخضع او البويضة الاولية بتخضع للانقسام وبتنقسم الى نصفين او قسمين خلية انتصافية الى قسمين بي اللي هو الانقسام المايوتيك سل ديفيجين وخلال اللي هو الانقسام هذا الى خلية انتصافية الى قسمين الاول بيكون اللي هو البويضة الثانوية وبيكون معها اللي هو البولر بادي اللي هو الجسم القطي بعد هيك السكندري اندر جوز سكند مايوتيك ديفيجين هنا بيخضع القسم اللي هو الثانوية الانقسام الانتصافي الثاني كمان مرة وبيؤدي الى اللي هو تكون او نشوء البويضات الناضجة مع اللي هو السكندري بولر بادي اللي هو الجسم القطبي الثانوي وبيتم هنا اللي هو تكون بويضات ماتيور اوغا ناضجة تسمى او جوني سريعا مرحلة النضوج في حالة الانثى بتخضع البويضة الاولية للانقسام خلية انتصافية بيصير لقسمين القسم الاول من اللي نتج هذا نسميه البويضة الثانوية وبكون البولر بادي معها الجسم القطبي بعد هيك يخضع القسم الثانوي للانقسام الانتصافي الثاني وبينشع عنه بويضات ناضجة واللي هو بولر بادي ثاني ايش المقصود هذا؟ في حالة الميل يعني في حالة الذكور بتنقسم كل خلية منوية اولية مايوتكلي بتنقسم الى خلايا منوية ثانوية وثم بعد هيك الى خلايا منوية الى اربع خلايا منوية من كل خلية بيكون منوية اولية نشوف عنا الرسم اللي امامنا بيوضح في عملية اللي هو الاسبيرماتوجينسيز والاوجينسيز الكلام اللي احنا قلنا قلنا في الاوجينسيز هي خلية الام والخلية الام هذه هيها انقسمت وانقسمت طبعا نصفي الى في الميوسز الاول الى خليتين اللي هو الى الى برايماري او سايت وبولر بادي بعد هيك انقسام ثاني نتج عنا اوفام زائد بولر بادي والخلية والخلية هذه القراث بتعطينا في سايم احنا شايفين يحدث الانقسام للاسبيرماتوجونيا بينتج عنا برايماري سبيرماتوسايت ويحدث عنا في اللي هو انقسامين الميوسز وان والميوسز تو في الميوسز وان بينشأ عنا سكندري سبيرماتوسايت ثم بينتج عنه سبيرماتيد هذه السبيرماتيد بتنضج وبينتج عنها اللي هو الماتيور سبير الصورة هذي برضو بتوضح بشكل آخر في الرسم أوضح وصورة يعني حقيقية للبوتستس والهوفري وكيف بتم فيهم اللي هو عملية الانقسام اللي احنا اتكلمنا عنها هذي برضو من ناحية كروموسومية برضو كيف بتم عملية الانقسام نيجي الى يعني نبدأ في اللي هو الجهاز الريبرودكتف سيستم اللي في الميل لو احنا اخدنا لمحة عامة عن اللي هو التشريح أو اللي هو الأناتومي للميل الريبرودكتف سيستم التشريح للجهاز التناسلي بشكل اجمالي وناخد من ايش بتكون سريعا كمختصر ونعرف ايش الشغلات اللي موجودة فيه وإلها دور في عملية اللي هو الاخصام نشوف طبعا بيحتوي على ميل بيحتوي على التستس إذن أحد المكونات اللي هو الخصيتين التستس التستس ايش دورهم هي عبارة عن الميل سكس جلاند ولكيتد في السكروتا وتقوم بروديوس سبيرم ان اندروجين وهاف اولسو انترستيشيال سيل لديج سيل اللي بتقوم ببروديوس ميل سكس هرمون اللي هو التستستيرون فيها موجود السمنفرس تيبيول وهو عبارة عن استركشيرال يونت في التستس الملخص التستس اللي الخصيتين هي عبارة عناش هي الغداد الجنسية الذكرية وبتقع وين في كيس الصفن هذه النقطة الاولى النقطة الثانية بروديوس سبيرم تنتج الحيوانات المنوية والهرمونات الذكرية اللي هي الاندروجين رقم ثلاثة هاف فيها خلايا اللي ديج سيل وهذه الخلايا هي تنتج الهرمون الذكري اللي هو الهدور في عمية تاجر الهرمون الذكري اللي هو التستستيرون نقطة أربعة موجود في التستس السمنفرالتيبيول اللي هي الأنابيب المنوية هي الوحدة الهيكلية تقريبا للخصيتين ولها مراحل أو فيها بتم مراحل نمو الحيوانات المنوية بالإضافة إلى وجود خلايا السيرتولي سيل في اللي هي فيها بعد هيك في عنا من مكونات التستس الإبديديموس الإبديديموس إيش دوره بيحتوي على السبير مستوريج وكمبليت أوف سبير ماتيوريشن يعني الإبديديموس اللي هو البربخ بنسميه باللغة العربية فيه بتم تخزين الحيوانات المنوية وفيه برضه بتم اكتمال نضج هذه الحيوانات المنوية الفيس ديفرانس الفيس ديفرانس برضه فيها دكت بيعمل ترانسبورت للسبيرن فرام سكروتام تو لبروستاتي جلين يعني هي عبارة عن زي قنوات أو قناة بتنقل اللي هو الحيوانات المنوية من السكروتام اللي هو كيس الصفن إلى غدة لبروستاتا في عنا السمن الفصل اللي هي أوعية المنوية هذه سكريت فلويد بريتش إن فراكتوز تو سمن هذه الأوعية بتفرز سائل غني بالفراكتوز اللي هو أساسي ومهم للمنو في موجودة في موجود عندنا البروستاتي جليند الجاكولاتوري داكت البروستاتي جليند اللي هي غدت البروستاتا وهي غدة مهمة جداً في طبعاً غدة البروستاتا كونتروبيوت ملكي الكالاين فلويد ذات السيست سبيرم اكتفاشن يعني بتساهم في إنتاج أو إفراز اللي هو السائل القلوي اللي هذا السائل بتسبح فيه السبيرم وبساهم في تنشيطها اللي بعدها اللي هو الكبر جليند آآ بالبروستاتي هذا كونتروبيوت ميوكاستوسيمن هذا بتنتج سائل اللي هو أو بتنتج المخاط اللي أو بتساهم في إفراز المخاط اللي للسائل المنوي اللي بكون أو بيمتاز فيه السائل المنوي وفي الأخير اللي هو اليورثرا أو البيناس اللي هو العضو هو عضو الجماع يمكن هذه صورة رسم حقيقي وصورة تحت المايكروسكوب تتكلم عن أو تعطينا اللي هو شكل المكونات اللي احنا تكلمنا عنها معظمها وين هي موجودة إن كان ايبديديمس أو فان ديفرنس أو السمنال باسل أو البروستيت جلاند أو يعني هذه الشغلات موجودة في الصورة اللي أمامنا نيجي لا السيرتوليسل اللي احنا اتكلمنا عنها أو مرت معنا ايش هي هذه الخلايا طبعا نحنا تحدثنا عنها سابقا في الاندوكراين سيستم لما شرحنا وعدنا رحين نشوف كيف العملية كهيرمونات بيتم في السلايدات الجاية زي ما حتيجي لكن خلينا نتكلم عن السيرتوليسل ايش يعني يعني في معظم في مراحل التمايز بتكون الخلايا اللي هي المولدة للحيونات المنوية أو المنتجة للحيونات المنوية على اتصال وثيقة أو متواصلة بخلايا السيرتوليسل اللي بتوفر إلها أنواع من الدعم في دعمها الهيكلي بتزودها فيه وفي التمثيل الغذائي في احتياجاتها الغذائية للحيونات هذه المنوية الجديدة اللي بتتم تكوينها النقطة الثانية سينجل سيرتوليسل اكستنس فرام مثل اللي هو تزويد الخلايا بالتغذية واللي هو الإشارات البيولوجية أو الجزائية طيب السيرتوليسل خلايا السيرتوليسل سبور ديفلوبينت جاميط ان ذا فولوينج أو آآ أو وين خلايا السيرتولي بتدعم الجاميطات هذي اللي بتتكون أو النامية بمجموعة أو بعدة طرق يعني لو بنقول لش الفنكشن تاعتها في عملية اللي هو ديفلوبينت جاميط هين هنشوفها النقطة الأولى مانتين دا انفيرونمنت نسيري فور ديفلوبينت ان ماتيوريشن بيا بلود تيستيس باريان ايش المقصود في هذا النقطة انها بتوفر البيئة المناسبة للنمو والنضوج عبر اللي هو حاجز اللي هو دم الخصية الدم وتبادل الدم ووصول الغذاء يعني الها دور في هذا النقطة الثانية سيكريت سبستانسيز تفرز مواد بتساعد في عملية الانقسام الاختزالي ايضا نقطة الثالثة سيكريت سبورتين تيستين تستيكولار فلويد يعني التفرز اللي هو السائل الخصية اللي هو هذا السائل له دور داعم في العملية النقطة الرابعة سيكريت اندروجين بايندين بروتين وتش كونسنتريت تستيستيرون انكلوز تو ديفلوبين جميع ايش يعني تفرز بروتين مرتبط بالاندروجين اللي هو الاندروجين بايندين بروتين وهذا بيعمل على تركيز نسبة هرمون تستيستيرون والمرتبط بالامشاج النامية تستيستيرون اللي دور في هذه العملية فهي تفرز البروتين اللي بيرتبط فيه وبينقل نقطة خمسة سيكريت هرمون افكتينج بيتيوتري جلاند كنترول بتفرز بتفرز هرمونات اخرى كمان فبتفرز هرمون بيأثر على البتيوتري جلاند اللي الغد النخامية اللي احنا عارفين هالغد النخامية وحتمر علينا عدها اللي هي بتسيطر على او بتنظم عملية تكوين الحيوانات المنوية ومن هذه الهرمونات طبعا البليبتايد هرمون وايضا هرمون الانهبي النقطة السادسة الفاقوسايتوز فاقوسايتوز بسيديوال سيتوبلازم ليفت أوفر فرام سبير ماتو جينيسز يعني بتعمل على بلعمة السيتوبلازم للحيوانات المنوية المتبقية يعني بتقوم بهذا عملية البلعمة للحاجات اللي ما لها دور من المتبقي سبيرمتو جينيسز السبيرمتو جينيسز احنا قلنا عنها في التعريف هي إيش يعني هي العملية اللي بتطور فيها الحيوانات المنوية من خلايا وبتتمايز إلى اللي هو النهائي أو الحيوان المنوي الناضج النهائي هذي السبيرمتو جينيسز برضو بتتم تحت تأثير هرمونات الغد النخامية والعملية كيف بتتم البروسس بتتم كالتالي إنه البرايموديال جيرم سل تفلب انتو سبيرمتو جينيسز تايب اي هذة بصير بصير باي ماي توسز تو بروفايد اكونتينيو اسري ريسيرف اف تايب بي وطايب بي بهو انتر سبيرمتو جينيسز إيش يعني يعني بتطور هذي خلايا الجيرم سل البدائية إلى حيوانات منوية وهناك نوعين من الحيوانات المنوية هذه اللي هو النوع ايه يقسم من خلال اللي هو الانقسام الميتوسيز مشان يوفر احتياطي مستمر للنوع بي والنوع بي هو أو من النوع بي النوع بي هو اللي بدخل في اللي هي مرحلة تكوين الحيوانات المنوية يعني على مراحل مرحلة اللي هو ايه الحيوانات اللي في ايه بعدين هذي اللي في A بتنقسم أو بتنتقل إلى مرحلة اللي هو النضوج اللي هي B يحدث هذا طبعا بعد إيش؟ بعد سن البلوغ This occurs after B30 And they remain in the wall of the seminiferous tubule يعني تبدأ العملية مبكرة لكن بتم اللي هو هذا بعد البلوغ وبتبقى في الأنابيب المنوية هذه الحيونات طبعا اللي هي بتشكل أو بتشكل الحيونات المنوية تشكل خلايا منوية أولية تتحول إلى بعدين هذه بالظل طبعا يعني بتظل في طور الإنقسام النصفي الأول لمدة ستعشر يوم وهذه إيش كونتين 22 بيرز أوف أوتوزوم أند وان بير أوف سكس كروموسوم يعني بتحتوي على الثلاثة وعشرين زوج من الكروموسومات كل واحدة فيها يعني يحتوي كل منها على ثنين وعشرين زوج من الكروموسومات الذاتية اللي هي الأوتوزوم وزوج من الكروموسوم اللي هو اللي بيميز الجنس إذا كانت ميل أوف ميل اللي هو L-X-Y بعد هيك Then divide into two secondary spermato site من خلال الميوتك division يعني بتنقسم إلى خليتين منويتين ثانويتين بعد هيك each secondary spermato site has equal كروموسوم 22 مع X or 22 مع Y يعني كل خلية منوية ثانوية فيها كروموسومات متساوية 22X أو 22Y بعدين each of these divides again second myotic division thus forming four spermato بعد هيك كل هذه الانقسامات مرة أخرى بتكون يحصل الانقسام الثانوي وبالتالي بتشكل أو بتمتكون عنا أربع حيوانات منوية each containing equal cytoplasm and haploid كروموسوم كل واحد فيهم تحتوي على cytoplasm واللي هو الكروموسومات اللي هي الhabloid كروموسوم يعني اثنين مع اللي هو الثلاثة وعشرين خلينا نرجع سريعا نمر على اللي هي عملية ونتكلم عنها كمجموع وككل كيف بتم عملية اللي هو التكوين قلنا هذه العملية تتم في مجموعة من المراحل حيث تتطور خلايا الجرم السلة البدائية إلى خلايا منوية وهناك نوعين من الخلايا المنوية النوع يقسم من خلال الانقسام الميتوسيز لتوفير احتياطي مستمر من النوع 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 هذا يدخل في تكوين الحيوانات المنوية النقطة الثانية قلنا أنه هذه العملية بتتم عملية انتاج الحيوانات المنوية بعد اللي هو سن البلوغ والحيوانات هذه تبقى في السمنفرس في القنوات أو في الأنابيب المنوية نقطة ثلاثة بتتشكل الحيوانات أو تشكل الحيوانات المنوية خلايا منوية أولية وبالظل نقطة أربعة في طور الانقسام النصف الأول لمدة ستة عشر يوم بعد هيك يكون كل منها بيحتوي على اتنين وعشرين زوج من الجسيمات اللي هو الأوتوزوم وزوج من الكروموسوم الجنس اللي هو ثلاثة وعشرين يعني بعد هيك تنقسم إلى خليتين منويتين ثانويتين من خلال الميوتك ديفيجن وكل خلية منوية ثانوية فيها كروموسومات متساوية اللي هو اتنين وعشرين زائد اكس أو اتنين وعشرين زائد واي اللي وإحنا بنعرف أنه ثلاثة وعشرين وبعد هيك بصير ثلاثة وعشرين كل هذه الانقسامات مرة أخرى بتحصل يعني مرة أخرى من خلال وبالتالي بتشكل عنا أربع حيوانات منوية من كل خلية وبيحتوي كل منها على السيتوبلازم وكروموسومات وبيتكون هابلويد كروموسوم وبيتكون اللي هو اثنين مع ثلاثة وعشرين اكس واثنين مع ثلاثة وعشرين واي العملية هنا يعني ملخصة لتكوين الحيوانات المنوية وكيف بتخضع عملية تكوين الحيوانات المنوية لتغيرات شكلية وكيف بصير في الخلية وتحدث عمليات الانقسام هذا فقط للتوضيح وللاطلاع عليه ومعرفة اللي هو كيف وكيف اللي هو بتصير المراحل اللي احنا اه تكلمنا عنها وحتى ينضج عندنا اللي هو زي ما احنا شايفين ونتوقف عند اللي هو الآن عند لعملية تحليل السائل المنوي لتكون او نكمل في المحاضرة القادمة ان شاء الله